بسبب كوانين الكاف لم يكتمل إنجاز جزر الكمر بعد ما أصبح نجموه من الأول حارس مرمى بالإجبار في أمم إفراقيا 2021 شاركت جزر الكمر لأول مرة في تاريخها ورغم كده قدر يوصل لدور الستاشر بعد فوز تاريخي على غانا لكن لقى نفسه قدام صاحب الأرض منتخب الكاميرا وقبل أيام قليلة من المباراة أعلنت جزر الكمر عن إصابة 12 لعب بالكورونا وعشان الأزمة تزيد كان بين المصابين الثلاث حراس المفروض قبل البطولة زاد عدد القايمة لـ 28 لعب وكل منتخب ضم أربع حراس تحسبا لأي ظرف طارق لكن جزر الكمر معملوش حساب اليوم ده في حارس اتحولت عينته السلبية قبل يوم من المباراة لكن لو واحد كاف كانت بتقول إن اللاعب لازم عينته تكون سلبية قبل المباراة بخمسة أيام على الأقل عشان يقدر يشارك لعب الظاهير الآيصر شاكر الهدور واللي يعتبر واحد من نجوم الفريق كحارس مرمى قدام الكاميرون في المباراة اللي خسروها 2 واحد وقال عن تجربته إنه محاولش يلعب كحارس بقدر إنه يلعب كمدافع خامس وبعدها ضحك وقال أنا مش عايز ألعب كحارس أنا عايز أرجع لمركزي كمدافع وقال أنا عايز أرجع لكي تنسيح لكي تحديده وقال أنا عايز أرجع لكي تحديده